موسيقى السلام عليكم وتحقية طيبة لكم محبوبين قناة كريم كسري مرحبا بكم معامل جديد في هذا الفيديو نتحدث عن التعديل الجديد لدار الكتارونيا والتي سيحمي العائلة المستضعفة اللي عندها مشكلة في الكراه والتي مهددة بالإفراء هذا الفيديو كنت مقرر ان ندره البارح ولكن مع الاسف الشديد لدوره خاصة ما اعطانيش الوقت ان ينشجلو ونتقسم معكم هذه المعلومات المهمة معلومات جد مهمة فيديو جد مهم غادي يهم بزاف دين الناس وبزاف العائلات المهددة بالإفراء هنا في كاتارونيا وطبعا بزاف دين الناس كنت تسنو شي تعديل بحلكة اللي غادي يفرح هاد الناس هدو بصفة عامة نتمنى انكم لا تبخلوش الى الفيديو باللايك از ديلكم والبرتاج باش يوصل الخبر الجميع ان شاء الله نتقسم معكم جميع الديطايل الخاصة بهذا الموضوع المهم جدا واللي كنت تنوه بزاف دين الناس الموضوع عمى فيه هو ان الكتارونيا در واحد تعديل جديد وتكلموا وخرجوا بواحد نتيجة اللي غادي تحمي الناس العائلات اللي عندها مهددة بالإفراء أنا أعطيكم جميع الديطايل الخاصة بهذا الموضوع هذا يعني بالتفصيل هذا الموضوع اللي اتكلموا فيه يعني تخصط له عشرين مليون ديال الأورو كوحد المبلغ إجمالي اللي مخاصص باش يحمي هاد الناس هادو اللي غادي يصرفوه بطريقة اللي غا نتكلموا عليها طريقة وما فيها ان اي عائلة من العائلات اللي سكي هنا في كتارونيا عندهم مهددين بالإفراء او لعندهم واحد تاريخ ديال متلا انتكاري عند واحد سيد ديك السيد متلا ما خلصيش وبقيتي معه يعني في المحاكيم وجدك واحد الفيتشة واحد نهار بالإفراء نهار كده وكده ما يريدك تكلموا في هذا الحال هادو اللي غادي يتواصل مع الخدمة الإجتماعية عبي تاجة تسمى نافكة الكاتارونية تسمى عبي تاجة يتواصل هنا مع عبي تاجة وهم يشوفون الكاسوديرك ويأتي ويتتكلموا مع صاحب المنزل يهدروا معه شو ما يدروا معه في هذا الحال هادو اللي يهدروا معه ويتفهموا معه ويبقوا يخلصوا يعني واحد المدة ديال تشعر وما يخلصوا للك الكراه وفوق هادشي كي يدبروا للك الكراه لمدة خمس سنين حتى ستزنين يعني من خمس سنين حتى ستزنين الجناليات هي اللي كتتكلف بهذا المصاريف هدي ديال الكراه اللي يدبروا لك غير هو دابا في الأول قبل ما نوصل لها المرحلة هدي في الأول أن الأبي تاجة أو الخدمة الاجتماعية اللي في الأبي تاجة غادي يهدروا معه مولدار وغايتفهموا معه أول حاجب اللي يهزونا بزاف غا يشوفوا الكراه اللي عندك مجموعين مثلا مدة ستة أشهر ما خلصتياش كيتكلفوا بك هما كيتكلفوا بها وما عفوا وكي يخلصوا هالك ومن بعد كبقى يخلصوا لك وانت ساكن عندك السيد لمدة حتى ثلاثة الأشهر بالله هما كيتبروا لكوا هذه الكراه اللي عندك بروا لكما غادي بقال مدة خمسين حتى ستة سنين كيفاش غادي ديروه غادي حيضوك من الصغل دو ديالك مبين تلتاش تلتاش في المية حتى تلتاش في المية يعني معدل إجمالي سبعين ديالأورو يعني انت غادي تفقد خلص ديالماكسيمو سبعين ديالأورو مجيب ديالك والباقية كلها غادي خلص ديالك الجينيتات ديالك يعني لأبي تاجة الخدمة الاجتماعية اللي كان هنا في كاترونيا هذا وحد الخبر صراحة المهم بزاف ومزيان وغاديهم بزاف للعائلة لأن هذا الأدشي هذا اللي كنتكلمو عليه راهنا في إسبانيا بصفة عامة كينا ما يقارب تسعود وسبعين في المية من العائلة المهددة بالإفراء هادشي كامل يعني راه ماشي سهل كمدران إسبانيا بصفة عامة أما دبا الموضوع واللي فيه أما والتعدي الجديد كي خاص ناس ديالكاتالوني أنا عارف هادشي هاده غادي بزاف ديال الناس غادي يسوّل وشادشي خاص بمدريد وشادشي خاص مالغاول هادشي دا با الحكومة الكاتالونية هي توصلت لهذا الاتفاق هاده بس حمي العائلة المستدعفة ما نزربوش ومضحوا واحد مسألة هي مهمة بزاف نحن كنتكلموا في هذا الموضوع هذا على العائلات اللي عندها مشاكل مع الخلاص الناس ماشي اللي ما بغاتش تخلص الناس اللي ما عندهم مش بش يخلصوا مع الظروف الاجتماعي ديالك ما كتسمحش أنت ما خدمش الدخل قليل أو لعندك عيش مساعدة أو لا يعني الظروف ديالك يعني ما كتسمحش أنك تخلص الكلام يعني شي ما خلصيش أما الإنسان اللي ما كيخلص عصلا وخاقت دا ما كيخلص هذا ما عنيش الكلام هذا كيتسمى كيخالف القانون ما دم أنه كيخالف القانون يعني ما عنيش الكلام وكيتحمل المسؤولية دياله هو فقط هو ماشي القو بيرنو غادي يجي يتكلف بالمشاكل دياله اوكي يباش نكونوا تفهمين في الدقطة هذه لأن هذه السؤالات غادي يلقاه في الفيديو وحاجة أخرى بالنسبة للناس اللي غادي يسوولوني الناس اللي بثلا اللي كيستولوا على ديور ديال البنك يعني يلقاهوا شي ضر مفتوحها واش هاد الموضوع هاد كيخصهم لا ما كيخصهمش علش ما كيخصهمش لأن هادش هاد القو بيرنو تعديل دار مش دار باشي شجاع الفوضى دار باشي نظم الدولة دير باشي نظم المنطقة باش كاترانية كل مونظمة وميكوش داك حال ديال الإفراء مايكوش داك العائلة في الشارع مايكوش بزاف ديال حواجلي بحال هكا يعني دار هاد التعديل هذا باش انه يحمي الناس من الزنقة والناس اللي هما دور في ديالهم يعني او لالبيرفيل ديالهم كيسمح ان الجناريتات او لالابيطاتجات تدخل خدمة الاجتماعية تدخل باش تحمي هاد الناس هادو يعني باش يتنظم القانون مايكوش تكون مثلا مستويات دار البنكة او لا غير مجردك على قانتك ما بغيرتش تخلص مو الدار او لاشي حاجة بحالكة و تقول انا عندي الداري صافي انا عندي الداري ما نخلصوه شو هما الجناريتات عادي تكلف بيلا هما الجناريتات عادي دور معك كل شي يزوين غادي يشوفوا الحالة ديالك و يخلصوه لك الكرة ها يخلصوه لك عندك حتى 6 شهر ديال الكريلي هاي خلصوه هال و هاي خلصوه لك المدة 3 شهر وهذي تبروك الالكليل السوسيال و انت هذيك الالكليل عادي برولك غادي تخلصت 70 الاورو ماكسيموم ستكلفها ليسوا سواء مجهور 5200 الاورو كرة 그600 او 700 او بشذا ملتهم المهم أنت الماكسيموم الجيب ستخلص 70 أورو والبقية ستكلفها جنيتات هذ الكلاب أو هذا الشيء أو هذا الديطة أنا نجدون لدي الرابط الذي سوف نجده في صندق الوصف هنا كل شيء مكتب في الرابط الذي سوف نجده في صندق الوصف وهي جيدة لكتبت الخبر وهذا التعديل للجو بيرن الكاترونية نهار الأربع نتمنى هذه الخطوة خطوة مهمة جداً لكتبت الكاترونية صراحة الله وتحمل عائلة المستضعفة لا نقاش فيه وكنتمنى أن هذا الشيء يتعمل على باقي إسبانيا غير هو نعودها ونكررها يعني الناس تحاول أن تنظم البلد لها لا شيء تشجع على الفوضى الفوضى والروينا ودخول فرع الدرد الوكا وقول لهم أنا ما عندي بش نخلص وهذه تشكى عليهم هذيك يبقى حالات أخرى لغي يشوف الخويس بطريقة أخرى كأن هذيك الناس هذوك اللي مثلاً ما عندهم فين يمشيوا ويفرعوا ديور ويسكنوا فيهم يجيوا الخويس مثلاً يكون عندهم إفراع ويجيوا مثلاً الخويس أو القاعدة هو اللي يقيم الحالة لذيك الناس يعني مثلاً يقدر يحميهم يخليهم شي بشو الزنقى وحد المدة يعطيهم وحد المهلات الشهور او لاشي حالة يعني حسب تقييم ديال الخويس ديال القاعدة هو اللي يحكم في هذيك الديكور هذك ما الشي يزعمه هذي اللي كان نطرع لها التعديل جديد ديال كاتارونيا هذا القانون جديد اللي اللي تفهموا عليه هذك ينظم يعني السيستم ديال الحياة هذا اللي مهم بزاف واللي خاصكم تركزوا عليه واللي خاصكم تعرفوا الفرق بين الشي هذك اللي خاص بالناس الاخرين والشي اللي خاص بالناس هذو تعديل مهم جداً تعديل يحمي العائلة المستلعفة يحمي الناس اللي في وضعية صعبة يحمي بزاف يعني خاصة ما كيمشوش الناس الزنقى لكن ما هو معهود هذا واحد الحاجة اللي مهمة بزاف نشكره عليها القوبرن ديالكاتارونيا واللي خدامين يعني على قدم وثاق في الحماية الاجتماعية المعلومات كل اللي تقسمت معكم والرابط ديال الخابر غيرت القواه في صندق الوصف انا في هذا الفيديو ما بقى لي ما نضيف حاجة واحدة اللي غنضيف هي ما تنسوش ديروا لايك الفيديو وتبرتاجيو باش الوصال الخبر الجميع وباش اكرامان المجهود اللي كان ديروا معكم كتقسموا اي معلومة مهمة كيف ما كان النوع ديالك تحياتي لكل محبين قناة كريم كسر اينما كنتم شكراً لكم جميعاً على البرتاج على الدعم متواصل ومرحباً بكل مشاهدين جديد وإلى الوديو القديم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة